السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشلونكم بشخباركم وياكم مايت موكا واليوم بعطيكم نبذة عن اللي وهو هبا انبامل للأسف الشديد ان انا حاولت اصور اكثر من 40 قيم وال40 قيم ممسحوا او كان عليهم مشاكل كثيرة يعني في فيديوهات تشتغل اوثي ثواني وتعلق الباقي الكمبيوتر ما كان قاعد يسجل عدل نهائيا برنامج حاولت اني اصالح وكل شيء صفيت على هالقيم هذا لكن هبا العادي افضل من هبا انباوند بالسبيد أه، يعني شي سريع حيل أسرع من اللي هو انباوند بشكل واضح كان واضح حيل لما لعبت وغير هذا البق تايب يعني عندك بيدرل هنبعد عندك كسيزر أي واحد عنده يترن هوبا انباون مايقدر اني يباري وخصوصا لاندروس يعني لاندروس بيدرل و اكسيزر عفوا اللي هو سيزر اكسيزر هي حركة ف يعني هالبوكيمونات هذول اذا طلعوا ضده ينسحب على طول فكذا فريق طالع ضدي يكون موجود عنده على الاقل لاندروس وسيزر حتى لو ما كان سيزر ميجا يعني مروا علي ناس ما عندهم سيزر ميجا بس حاطيني كل ما شافوا هبا انباون طالع يسحبونهم يحطون فغشيت واحد عطيته فاير بانش وفست عليه بها الطريقة هذي طبعا الحركات اللي انا كتحاط لياها هاب نوتك فيوري اعتقد اسم الحركة مالتا حركتها الخاصة دارك كنت معطيه ايس بانش فاير بانش والحركة الاخيرة اللي انا كنت معطيه اياها ايه ايه صراحة تعتمد على يعني على البوكيمون اللي انت تبيت باري او على حسب البوكيمون انت خايف منه على العموم يعني لانه يتعلم حركات واجد يعني او ام الهم الاشياء اللي انا عطيته اياها هي أيس بانش عشان طق الفلاي والالقراوند وش اسمه الفاير بانش علشان الالستيل وال اللقرس والباك و هذيون وهايبراسج فيوري طلع اسمها علشان هي حركة هبه الاساسيه وتقدر انه تخرق البروتيكت الحركات هذي هذي راح تطوفهم وراح تعور لقدامك يعني ممتازة الحركة انا اخر شي عطيته درايم بنش في ناس يحبون يعطونه مثلا يعني حركات السايكيك لكنه ما يتعلم حركات سايكيك الفيزيكل فانا خليته على درايم بنش طبعا حاولت اني يلعبه مع فوكساش ما قدرت فوكساش كان جدا جدا ضعيف عليه لانه هو بطيء بالاوفريوز واذا ما عطيته بالسبيد ما عطيته ماكس سبيد ما راح يقدر يطوف ناس واجد بالاوفريوز يقدر يعيش بين بعضهم بس في بعضهم كلش ما راح يقدرنا يستحملنا يعيش بهم خصوصا اذا كان اللي ضدك اغلب اللي موجودين عنده طبعا اعتقد تلعب سبيشل سبيشل اتاكر نفس هبه القديم لكن هبه القديم على الاقل حركته كانت اللي هي سبيشل هذا حركته الاساسية فيزيكل والحلو فيه انه حتى لو سوا بروتكت تحوش الحركة تكسر البروتكت وتحوشه فما يقدر اني سويلك بروتكت وينحاش من الموضوع طبعا انا حاولت اني اسوي فيديوه ثاني يعني اكمل الفيديو اني حط هبه زياده هبه انباوند لكن بعدها خلاص الموضوع صار ارتفعت شوية بالرانك وقام يطلعوا لي ناس يا ان يعطي لي او يخرب الفيديو باي ناحية يقعد ينطر الدورة كاملة شينها تنطر فالدقائق وينطر لي اخر ثانيه بعدين يستخدم الضربة اليهوية بيها فكانت جدا يعني مأساوية الالعاب الأخيرة وياهم لا تشتو تكتبون اسم البوكيمون اللي تبون يتكلم عنه المرة الجاية وإن شاء الله راح تكلم عندنا بأسرع وقت وشكرا على المتابعة ومع السلامة